يتوصل بمقرات المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات استقبال مرشحين الجدد للانتخابات الرئاسية الليبية وفدت مصادر المفاوضية أن عدد المرشحي الذين اتقدموا بطالبات الترشح وصل إلى 23 وأشرت المفاوضية إلى أن قبول ملفات الترشح يعد مبدئيا وأنه سوف تحال ملفات المتقدمين إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في قانون الانتخابات ويتسم المرشحون للانتخابات باختلاف توجهاتهم وبرامجهم حيث يرى البعض أن ذلك قد يؤثر على سير الانتخابات فيما يرى آخرون أن ذلك سيعطي العملية مصداقية أكبر عبر تنافس حقيقي معنا من بنغازي الكاتب الباحث السياسي حسين المسلاتي ومن ترابلوس الكاتب الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب أهلا بكم أضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ حسين ربما كتعليق على هذا المشهد على هذا العدد نسبيا كبير والقائمة لا تزال ربما مفتوحة 23 إلى غاية الآن بشكل رسمي تقدموا لأترشح هذا دلالة على ماذا وهل هو بالضرورة معطى أو ظاهرة صحية في المشهد بالمعقد المنقسم عموديا أفقيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الحقيقة نحن توقعنا أن يكون عدد من يتقدم للانتخابات الرئاسية في حدود هذا العدد يعني توقعنا أن يتجاوز الثلاثين مترشح ويبدو أن نحن نقترب من الوصول إلى هذا الرقم حقيقة في تصوري بأن هذا شيء منطقي وظاهرة صحية ولعدة اعتبارات الاعتبار الأول أن هذه أول انتخابات رئاسية في ليبيا بالطبيعة سيتقدم لها كل من هو يرى في نفس أن أهل لهذا المنصب أولا ثانيا أن القوانين التي سنها مجلس النواب هي فيها بعض المرونة وأعطت وقللت من الضوابط لعدم الترشح ولذلك شهدنا هذا العدد الكبير من المترشحين في مجملها هي ظاهرة صحية والأهم من ذلك بأن كلما زاد عدد من يتقدم للترشح خاصة في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها حقيقة المجموعات المسلحة ولكل هذه المجموعات العدد من من ترشحوا لهذا المنصب لديهم مجموعات مسلحة تأتمر بأوامرهم فهذا يقلل في تصوري من فرصة التشويش على المشهد الانتخابي أو تأجيلة أو تعطيلة لأن كلهم يشوفوا في أنفسهم عندهم مصرحة في قامة هذه الانتخابات في العموم قصدي هل الأمر سيبقى كذلك؟ وهنا ربما أحيث سؤال للأستاذ أحمد الأمر سيبقى كذلك خاصة أن هذا القبول كما تؤكد المفوضية قبول مبدئي سيتم إحالة الأمور إلى المباحث الجنائية نائب العام وما إلى ذلك وبتالي عرضها على القضاء هذا بعض يتوقع أنه سيفتح المجال أمام استبعاد أبرز المرشحين بل وأكثرهم حظوظا أليس من شأن هذا أن يقلب الأمور؟ نعم مساء الخير سيدتي تحية ليك ولضيفك الكريم وللسيد المشاهدين الكرام حسب ما استمعت لحضرتك حضرتك تتساءلي عن أن المعشحين الآن الموجودين ليس كلهم سوف يدخل في الماراتون الانتخابي هل هذا هو سؤال حضرتك؟ لن يدخل الجميع مع إحالة الملفات والطلبات على القضاء على مسألة الجنسية إدارة العامة الجوازات والجنسية المباحثة الجنائية صحيح توقعات باستبعاد أبرز المرشحين هل هذا في الصالح؟ هل سيتقبل هؤلاء استبعادهم؟ كيف سيؤثر على المشهد وعلى هذا الاستحقاق؟ نعم سيدتي في البداية يجب أن نوضح أن ما حصل هو تقديم ملفات الترشح وطلبات الترشح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا تمتلك بمفردها أن تبت في قبول طلب الترشح أو لا إلا بمراسلة ومساعدة المكتب النائب العام وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية يجب التأكد من صحة الأوراق والمستندات التي قدمت للمفوضية من الجهات ذات الاختصاص يجب أن تتأكد المفوضية أن المتقدمين لم يحصلوا على جنسيات أخرى ويجب أن تتأكد المفوضية من مكتب النائب العام أن هؤلاء المترشحون لم يصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية وأنهم يتمتعون بكامل الأهلية أعتقد أن بعض المترشحين ناقصين أهلية باعتبار أن لديهم أحكام سابقة فبالتالي سقط عنهم حقهم العام وسقط عنهم حقهم في ممارسة العمال السياسية من تقصد هنا أستاذ بو عرقوب سوف تكون الصورة أكثر وضوحا في الأيام القادمة ولكن هنا يتحدث عن مصدر لا يمكن الإفصاح أكثر عن ذلك بحكم أن المعلومات ليست دقيقة ولكن كل ما يحدث الآن هي مخاض عسير لانتخابات طالما انتظرها الليبيون وحقيقة هي حدث تاريخي وحدث كبير وكرنفال أول مرة يحدث في تاريخ ليبيا لأن الشعب الليبي ينتخب من يرأسه نعم سيدتي أستاذ المسلاتي رأيك في هذه المسألة مع إحالة الطلبات على القضاء وعلى النيابة العامة اللي البت فيها من تنطبق عليه كل الشروط القانونية من يجد أمامه الطريق مفتوح من بين المرشحين الثلاثة والعشرين نعم شوفي هي في الحقيقة كلمة تتسائلين عنها هي مسائل قانونية بحتة طبعا هما الآن المرفات قدمت والآن هي في طور الفحص والتدقيق والمراجعة والقبول الذي تم زي ما نعرف هو قبول مبدئي وفي الأيام القادمة سيتم الإعلان عن القائمة الذين تم قبولهم بشكل نهائي ثم تريها مرحلة أخرى وهي مرحلة الطعون هذه من وجهة نظر هي إجراءات قانونية طبيعية تجرى في كل الانتخابات يجب أن تكون المترشح تنطبق عليه الشروط وأعتقد بأن كل من تقدم بملفة يعي ذلك والفرق التي تعمل معهم تعي ذلك جيدا وتدرس جميع الاحتمالات وبالتأكيد تقدم استشارات وبالتأكيد أنا أشك أن من تقدموا ملفاتهم ناقصة سوى من التسكيات أو من المصوغات المطلوبة وفي نهاية الأمر يحق لكل من لديه اعتراض أو شكوك في قانونية الأوراق التي تقدم القانون كفلا بأن المتضرر أو كل من ذي مصلحة أن يتقدم بطعونة وهذه أمور قانونية بحثة أعتقد التفصيل فيها ليس ضروريا والرد علي أبو عرقوب عندما يتحدث يقول أن في أشخاص والأيام لا تنطبق عليهم الأهلية هو عليها أن يكون أكثر شجاعة ويسمي الأشياء بمسمياتها من يقصد تحديدا وأعتقد بأن المعلومات الناقصة والغير أكيدة يجب أن يتم تمريرها عبر وسائل الإعلام دعني أسألك بشكل مباشر أستاذ مسلاتي البعض يطرح مسألة قضية حفتر وقضية صيف الإسلام القدافي باعتبارهما أبرز للمرشحين لكن البعض يطرح مسألة المسوغات القانونية في ملفاتهما أو حتى في حال قبولها قد يعرضهما لطعون أطرف أخرى تعليقك على هذه المسألة نعم هذه الأمور طبعا أمور قانونية بحتة يعني يسأل عنها المسؤولين القانونيين لكل من المترشحين أنا أسألك في حال هذه الاحتمالية مع هذه الأحاديث أي خطورة يشكلها على المشهد أو حتى على مصير الانتخابات شوفي هو في الأخير زي ما قلت لك هما يقدموا بأوراقهم بالتأكيد هما متأكدين من سلامة يفترض أنهم يكون متأكدين من سلامة الأوراق التي تم تقديمها في حال تم أي اعتراض على هذه الأوراق قانونية بالتأكيد لديهم فرق قانونية ستطعن وحتى في حال قبولهم هناك من لديه المصلحة بأن يطعن وهذه الأمور هي أمور قانونية فنية بحتة سيتعامل معها ليس السيد خليفة حفتر أو السيد سيف الإسلام سيتعامل معها كل المرشحين لديهم مستشارين قانونيين ولديهم فرق قانونية بالتأكيد تعمل وهذا أمر طبيعي ولا أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من أن يخاصب لا أدري أن هذا ينطبق ربما على الصورة في الطرح الليبي خاصة الآن مع مصادر تتحدث ربما حتى عن دبيبة لتعهد في جناف من خلال اختيار حكومة الوحدة الوطنية بعدم الترشح هو الآن يتحدث ربما عن تجهيزه للترشح حتى مع وجود المادة 12 وربما تجاوزها هذا يجعلنا نتسائر بأستاذ بوعقوب يعني هل الأبعاد أو الحسابات السياسية والأمنية كذلك ستغلب على الطابع القانوني برأيك في المشهد الليبي لا سيدتي أنا أختلف تماما حول هذا الطرح خصوصا بالنسبة للجانب القضاء القضاء الليبي نزيه القضاء الليبي حيادي ولا يخضع للضغطات السياسية والدليل على ذلك أن القضاء الليبي المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم منذ سنة 2014 انقسم ديوان المحاسبة انقسم مصر في بي مركزي انقسمت المؤسسات وتشكلت في ليبيا حكومتان ومع ذلك القضاء بقى مستقل فبالتالي إسقاط أو قبول أي من المترشحين هو سوف يكون قرار قضائي بامتياز أي أن المؤسسة القضائية سوف تكون تكنقراط بامتياز وسوف تستند على مواد قانونية تعلل بها القرارات التي اتخذتها أما بالنسبة للجانب الأمني أعتقد أنه بالفعل أن بعض الشخصيات لا يفكر أحد أصلا في إقصائها لأنها سوف تسبب في مشكلة وسوف تسبب في أزمة ربما قد تعصف بالعملية الانتخابية وهنا لا أريد أن أحدد أسماء بعينهم لأن مراكز القوة متفرقة في ليبيا والجميع يسر عليهم هذا النص أما بالنسبة للسيد عبد الحميدة بيبة دعونا نرى أنه سوف يرشح نفسه ويقدم وراقه للمفاوضية وننظر ماذا يفصل القضاء في مسألة تجاوزة للمادة الثانية عشر هل لديه ما يستند عليه لتجاوز هذه النقطة وإذا ما ترشح أعتقد أنها سوف تكون من غير الإنصاف ومن غير الواقعية للعملية الانتخابية أن يترشح رئيس حكومة ما زال يمارس مهامه وأيضا هناك شخصيات غير قادرة على تمويل حملاتها الانتخابية والقيام بالدعاية أعتقد أن هناك فرق كبير وعدم تكافؤ للفرص من حيث القدرة على إدارة العملية الانتخابية والقدرة على إدارة العملية الدعائية والتأثير على الناخب الليبي نعم سيدتي أستاذ المثلاتي برأيك لا تتفق مع مسألة أنه الوضع في ليبيا والحساسيات والحسابات في ليبيا قد تسمح ببعض الاستثناءات أو التنازلات شوفي أنا اللي بركز عليه الآتي أن العملية الانتخابية في ليبيا وقبل أن تعلن المفوضية الوطنية العلية للانتخابات انطلاقها بشكل رسمي استلمت القانون المنظم لها وأعلن ذلك رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح وكل العملية الانتخابية وفتح باب الترشح وقبول أوراق المترشحين تم بناء على القوانين التي استلمتها المفوضية لذلك لا أعتقد بأن سيحدث أي تغيير في المشهد الانتخابي أو القوانين المنظمة للمشهد الانتخابي بعد أن تم الإعلان عن بدء العملية لا أعتقد هناك أي استثناءات هناك قوانين تنظم القوانين سمحت عطت بعض الشروط الشروط عدد من المترشحين شافوا أنفسهم هنا تنطبق عليهم تقدموا بأوراقهم وإذا كان هناك خلل في الأوراق بالتأكيد هناك من سيطعن هذه مسألة قانونية مفرغ منها فيما يخص عبد الحميد الدبيبة تحديدا بأعتقد بأن المادة 12 من القانون المنظم للانتخابات يقف عائقا وحائلا دون أن تقبل المفوضية أوراق ترشحين لكن بعض أستاذ المثلات بعض المراقبين أشاروا إلى إمكانية ربما أو فهموا من خلال تنميحاته أنه قد يستخدم القضاء للطعن في هذه المادة ومدى قانونيتها مادة 12 لا هو مش حتى يفهم من تصريحاته هو الآن يجهز في أوراقه ليقدمها تقريبا معلومات الصحافية التي تتسرب أنه يجهز في تقديم أوراقه ولكن الصحيح أن المفوضية ترفض استلام الأوراق باعتبار بأن القانون لا ينطبق عليه هذا رقم واحد لأن القانون رقم 12 يقف حائلا دون ذلك في حاجة أخرى هي مهمة أنه وبمحظ إيرادته السيد عبد الحميد الدبيبة تنازل عن حق من حقوقه الأساسية وتعهد بعدم الترشح للانتخابات وهذا التعهد هو الذي سمح لتمرير أوراقه وتمرير اسمه في الانتخابات التي جرت في لجنة الخامسة أو سبعين وزي ما نعرفه أن الإرادة المنفردة هي مصدر من مصادر الالتزام إذن حتى في حال أن المفوضية الوطنية قابلة أوراقه وتركت موضوع الطعن فيه للقضاء أو رفضه للقضاء أعتقد بأن القضاء سيمنعه وسيرفض ملفه لا أعتقد يعني مفروض الدبيبة إذا كان هو فعلا يقدم في نفسه هو رجل دولة في ليبيا ورجل المرحلة أعتقد بأنه سيسي لنفسه كثيرا في حال ما أقدم على تقديم أوراقه لأنه خالف أولا القوانين ثانيا خالف التعهدات التي أبرمها أمام الشعب الليبي وسلمها لبعثة الأمم المتحدة وسنرى عموما أمر الدبيبة والإضافة أنه ما زال يمارس عمل كرئيس حكومة فأعتقد هو لم يتوقف عن العمل وحتى كان بيستند لأن صاحب الثقة منها تعتبر الحكومة وكانها مستقيلة إذا كان يريد أن يستند على هذا المبدأ فهو لم يتوقف عن ممارسة عمله بل واستفاد من مركزه القانوني والمالي وحتى في صرف الأموال بل وجزء من الدعاية يعني صح التعبير الانتخابية لعملها لنفسها هي من قوتها عن المضمون عن دعاية الانتخابية من مركزه كرئيس حكومة لأن حتى المرشح الآخرين كله رفع شعاراته وربما أبرز النقاط التي سيركز عليها هنا أستاذ بوارقوب أي مرشح ستكون له حظوظ أكبر في الرئاسية في ليبيا هل سيكون مرتبط ببرامجه بما يطرح بخلفيته أم بالضرورة سيكون مرتبط بالطابع القبلي لا أعتقد أن للطابع القبلي سوف يكون تأثير كبير إلا باستثناء بعض المناطق وبعض المدن الليبية التي ما زالت متمسكة بالنظرة القبلية ولكن هنا نحن نتحدث عن رأس يقود الدولة رأس يمثل سيادة الدولة يمثل السلطة التنفيذية في الدولة الليبية الاختيار أعتقد أنه سوف يكون للشخص الأقدر على توحيد المؤسسات للشخص الأقدر على تنفيذ مشروعه وتمرير مشروعه والشخص القادر على أن لا تكون عليه ضغوطات سواء من الداخل والخارج بمعنى أن الشخصية القوية هي التي سوف يلتف حولها الليبيون وأيضا أعتقد أن حتى البعض المرشحين الآن الموجودين في القوائم الذين قدموا وراقا بالفعل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لن يستطيعوا حصد حتى في العملية الانتخابية لن يستطيعوا حصول حتى على ألف صوت وذلك دخلوا للعملية الانتخابية وعندما يسقطون في الجولة الأولى ويحصلون على نسبة مئوية معينة مثلا 3% أو 4% هذه النسبة يستطيعون أن يستخدموها كورق الضغط وورق التفاوض وورق الضغط وورق التفاوض مع المترشحين للجولة الثانية ليحكسب مناصب في السلطة التنفيذية الجديدة شكرا جزيلا لك من ترابلوس الكاتب والباحث السياسي أحمد بوارقوب ومن بلغازي الكاتب والباحث السياسي حسين المسلعتي شكرا جزيلا